بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي وبناتي أعضاء البرلمات العربي للطفل أخواني وأخواتي ضيوف هذا الملتقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه حلم ما بعده حلم بدأت الشارقة بتأسيس برلمان الطفل منذ زمن بعيد وتربى هؤلاء الأطفال على الممارسة الحقيقية للديمقراطية التي كنا نتمنى أن يكونوا فاعدين في هذا البلد عندما يصلوا إلى السن القانونية التي تؤهلهم دخول برلمان دولة الإمارات العربية المتحدة وهو المجلس الاتحادي الاستشاري وكان إلى جانب ذلك تأتي وفود من جميع الوطن العربي تلتقي في الشارقة ونبحث معهم كثير من أمور بلدانهم ولكن كنا نتمنى أن يكون كل بلد عربي له برلمان لأطفاله ولكن لم تكن باليد حيلة أما اليوم وقد منى الله علينا بأن وفق الجميع أن خرج هذا البرلمان العربي للطفل على مستوى راقي جدا أتى من جامعة الدول العربية ومن أمينها العام ونحن نشكره على تأييده لهذه الفكرة الجيدة التي كنا نتمنىها من زمان وبرزت هذه الفكرة وقام بها مسؤولون لا نقول من دولة الإمارات العربية المتحدة فقط وإنما من جميع الدول العربية التي لديها ظن حسن بالشارقة كإدارة لهذا النهج الجديد الذي وجد على هذه البسيطة في هذه الأيام ونحن نلتقي بكم هنا أولا نرحب بكم في بلدكم وبين إخوانكم وأخواتكم وبين أهلكم فأهلا وسهلا ونتمنى لكم الأقامة الطيبة السعيدة أن ترجعوا إلى بلدانكم سالمين غانمين بالأفكار الجيدة لكن نحملكم رسالة الآن كلكم وعيتم ما أهمية البرلمان للأطفال وكيف يمارسون برلمانهم في فترات عمرية متعددة نتمنى إن شاء الله عندما تعودوا إلى بلدانكم أن تنشروا هذه الفكرة لدى المسؤولين وتقولون لهم نحن هناك في الشارقة وجدنا أخوة لنا لهم برلمان يمارسون فيه أنشطتهم وتدربون فيه ليس في الطفل فقط وإنما في الطفل والناشئة وما يتلو ذلك من أنشطة فعلية لمسلك الحياة نتمنى إن شاء الله أن تحملوا هذه الرسالة ونضع بجانبها آمالنا وتطلعاتنا لكل بلد عربي أن يحذو حذو هذه الفكرة الجيدة لأن الطفل اليوم هو رجل وامرأة الجيل القادم هم الذين سيكونون على مستوى المسؤولية في المستقبل فلا بد لهم أن يكونوا قد اطلعوا على هذه السيرة الحسنة من ترتيب الانتخابات إلى المناقشات إلى النتائج كلها والأسلوب الذي كان يفتبع بكل أمانة كانت تطرح فيه أفكار ليس بالتشدد وإنما حتى في بعض الأخوة قال سمعت يقولون في الانتخابات يقول ليس أني أنا أنجح في الانتخابات ولكن إذا لم أنجح فسأعطي زميلا لي نجح ما كنت أطالب به هذه الصورة تظهر مدى حرص هذا الطالب أو هذه الطالبة على توصيل فكرته ليس عن طريقه هو وإنما حتى عن طريق المجموعة هذا المستوى الذي وصلت إليه الشارقة نتمنى إن شاء الله من جميع المسؤولين في الدول العربية أن يعو مسؤولية هؤلاء الأطفال ويأخذوا بيدهم بأيديهم إلى طريق الصواب وشكرا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر